السلام عليكم يا شباب. مع الفيديو رقم عشرة من الكورس الاحترافي لبرنامج التيام. الكورس الفيديو ده شباب بعنوان generate bcp fabrication files and bcp methods. في الفيديو ده هنتكلم يا شباب عن في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي اه نخرج ملفات التصنيع. يعني انا خلاص خلصت البردة بتاعتي لسمتها بالشكل اللي قدامك ده مسلا. ازاي بقى انا مسلا عاوز ابعت الدايرة دي. الصين مسلا عشان تصنع. او مسلا عايز ابعتها لاي مصنع هنا في مصر عشان تصنع. في ملفات معينة هم بيتعاملوا معاها. ازاي ان انا اخرجها. ووديها للناس دي عشان تبتدي التصنع للدايرة بتاعتي. تمام? اه وطبعا الملفات دي ممكن ابعتها على الميل عني. طيب. قبل ما نبتدي يا شباب في اه طرق او اه في البي سي بي فابريكيشن فايلز زي ان انا خرجها. وقبل ما اعرف برضو البي سي بي مثل هنروح بس نبص على البي سي بي اللي احنا عملناه وهنعدل فيه حاجة بسيطة جدا وبعد كده على طول هنخش ايه? هنخش في اه ازاي نعمل جينيريت للملفات دي. دي الدائرة يا شباب اللي احنا وصلناها للمرة اللي فاتت بعد ما عملنا تعديل عليها وعرفنا ازاي ان احنا نعمل تعديل في برنامج بكل سهولة. تمام? اه لو انتم ملاحظين هنا زي ما قلنا قلنا في الفيديو رقم تمانية. قلنا البادات الخضرة دي معناها ان فيه ارور في الدايرة. وقلنا حلها حاجتين. يا اما ان انا اجيب الروم دي احطها على الدايرة. يا اما ان انا احزف الروم دي اصلا. حددها كده شباب. واضغة دليت من على الكيبورد. هلاقي ان البادات كلها رجعت لي وضعها الطبيعي باللون اللي احنا عارفينه. تمام? طيب يا شباب. نرجع تاني للبورد بوينت بتاعنا. قبل ما نتكلم على الجنريت لفابريكيشن فايلز شباب. لازم الاول نعرف ايه الطرق المتبعة في عمل البي سي بي. تمام? اول حاجة شباب اول الطريقة. الناس بتستخدمها في البيوت. المكوى. المكوى دي يا شباب. الناس بتطبع الدايرة على ورق كوشيه. وبعد كده او ورق جلوسي. على حسب ما بيتسموه يعني. وبعد كده بالمكوى بيبتدي ان هو يكوي الورق ده على النحاس. فالدايرة بتطبع على النحاس. وهكزا يعني دي طريقة. اه لها شروحات كتير جدا على النت. الطريقة سهلة جدا وسيمبل جدا. اه ممكن تعملها في البيت. بس سعبها يا شباب اه اولا التراك بتاعه التراك اللي بيطلع منها بيبقى متعرج. ما بيبقاش ما بيبقاش خط مستقيم. شكله مستقيم بالزبط. لا بيبقى متعرج كده من الجناب. اه تاني حاجة يا شباب. اه الكليرانس الكليرانس اللي هو المسافة ما بين التراك والتراك. لو انت قللته قوي يعني خليته مثلا اتنين من عشرة ملي. مع المكوى هيحصل فيه مشاكل كتير. هيحصل فيه مشاكل وممكن دي لقى التراكات كلها ملمسها في بعضها. تمام? دي اول طريقة يا شباب. طيب. تاني طريقة يا شباب اللي هي طريقة السلك سكرين. اللي هي طريقة الشابلونة او الشاشة الحريرية. تمام? دي عبارة عن اه شاشة حريرية كده يا شباب زي ما انتم شايفينها. بيستخدموا بعض الاحماض. تمام? انها تطبع الدايرة على بعد قصد المواد. اه اللي هي زي المواد الدهانات والحاجات دي. انها تطبع الدايرة على النحاس. تمام? ودي طبعا لها شروحات برضو كتير على النت. احنا مش هننتطرق لها. احنا بس بنعرف الانواع المختلفة. ويعيب كل طريقة ايه? وايه افضل طريقة? وايه الطريقة الامثل ان انا اشتغل بيها. تمام? يبقى ان طريقة المكوى طريقة سيمبل ولكن عيوبها. طريقة السلك سكرين. برضو يا شراب طريقة السلك سكرين عيبها. اه الخامات بتاعتها بتحتاج خامات كتير. بتبهدل الدنيا خالص لان لان فيها اه كمية مواد بتستخدمها كتير شوية. اه تالت حاجة يا شباب اه برضو اتراك ما بيطلعش ستريت بالزبط. تمام? اه رابع حاجة. اه لو الكريرانس قل عن اه اربعة من عشرة ملي متر. اه السلك سكرين ما بتنفعش. تلاقي تركات كلها لزقت في بعضها يا شباب. تمام? طيب. الطريقة الثالثة يا شباب واللي هي يعني مش منتشر قوي ولكن دي اضبط طريقة ودي اصلا اللي بيستخدموها في الصين عشان يطبعوا بيها الدوائر. هي طريقة او اه الفوتو رزيست. اللي هي اه الطبقات الحساسة للضوء. تمام? دي عبارة عن طبقات حساسة للضوء. الطريقة دي يا شباب ان شاء الله. دي افضل طريقة. اه والطريقة دي بتجيب كريرانس الحد واحد من عشرة ملي متر. تمام? يعني بتجيب دقة عالية جدا. التراك بيطلع ستريت بالزبط. تمام? اه المواد بتاعتها المستخدمة فيها مش غالية ولا حاجة. تمام? اه فدي افضل طريقة اللي هي الاخرانية دي. تمام? طيب يا شباب. اول طريقة اللي هي بالمكوى دي اللي انا عايز اشتغل بالمكوى في البيت. المفروض ان في ملفات اطلعها من برنامج البي سي بي اللي انا شغال به سواء القيم او غيره. فالمكوى بتحتاج ان انا اطلع الملفات بتاعتي اللي انا اشتغل بيها كبي دي اف. كمونو بي دي اف يعني. يعني اه بي دي اف ابيض وسبب. تمام? وبعد كده اطبعه على الورق واشتغل به. طيب. بالنسبة للشابلونة وبالنسبة للطريقة الاخرانية. الشابلونة ممكن اطلع فعلا برضو الملفات بي دي اف واشتغل بيها. تمام? والطريقة الاخرانية برضو ممكن اطلع الملفات بي دي اف واشتغل بيها ولكن هتبقى اه نيجاتف بي دي اف. وده هنعرف في الاخر فالس هنطلعه ازاي. يبقى الخلاصة هنا يا شباب. بالمكوى لو انا شغال بالمكوى يبقى هتطلع الملفات بتاعتي بي دي اف. تمام? والبي دي اف يا شباب. اه هيكون ابيض وسبب. تمام? بالنسبة للشابلونة او الطريقة او الفوتوريزيست. هتطلع الملفات بتاعتي بحاجة اسمها الجيربر فايل. جيربر فايل. طيب تعالوا نشوف يعني ايه جيربر فايل? زي هنت شايفين كده شباب هنا بيقول ايه? بقول ازاي جيربر فورمات. اذا انا او بايناري فيكتور امج فايل 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 فايل. يعني بقول لك اه? بقول لك الجيربر فايل دي هي او بايناري فايل امج. يعني عبارة عن اه بايناري فيكتور. في بعدين x و y يعني بيديك ابعاد لي كل نقطة في الدايرة في ال x وال y تمام فهي عبارة الجربر فورمات دي عبارة عن جواها عبارة عن طيب وبقول لك يعني بقول لك دي الطريقة الستاندرد المتابعة في عمل البي سي بي او المتابعة في الصناعة عشان اللي بيستخدم في المصانع بيقدر يتعامل معه يعني مثلا هتلاقي ان ال cnc اللي بتستخدم في المصانع عشان نخرم بيها البي سي بي بتاعتنا بتتعامل مع الجربر فايل اللي هو بتتعامل مع حاجة اسمها الدريل فايل اللي هو ملف التخريم اللي انا بداخله للمكنة عشان تبتدي تخرم البردة بتاعته تمام كل الكلام اللي انا بقوله ده يا شباب هو كلام نظري ولكن في نهاية الكورس واحنا بنتعلم ازاي نصنع البي سي بي بطريقة الدريل كل الحاجات دي هقولها لكم تاني وهتبقى واضحة لكم تمام طيب الجربر فايل زي يا شباب كل اللي انا عاوزكم تعرفوا عنده عن الجربر فايل ان الجربر فايل ده حاجة انا بخرجها من البرنامج عشان ابعتها للشركة المصنعة عشان تبتدي تصنع لي البردة بتاعتي سواء بقى هبعت للصين او هبعت لشركة هنا في مصر او في اي حتة هم بيتعاملوا مع الجربر فايل تمام طيب الجربر فايل يا شباب اه عبارة عن ملفات بس بكلها يعني هتلاقي الملف هتلاقي اسم الملف هنا ومسلا ضد جي تي ال زي ما هنشوف دلوقتي جي تي ال معناه ايه جربر توب لير جي تي اس معناه ايه جيربر توب ماسل توب سولدر ماسل آآ جي تي او جير بر توب آآ سلك سكرين تمام وهكذا يا شباب تمام كده لحد كده يا شباب خلاص انا كن اللي عاوزكم تعرفوا من الموضوع ده كله ان لو انا هشتغل بالمكوى هخرج الملفات بتاعتك كبدي اف لو انا هشتغل بيه الطريقة سلك سكرين او هشتغل بيه الدرايف فيلم يبقى خرجها كجيربر فايل سواء انا اللي هصنع او سواء انا هوادي الدواير بتاعتي لشركة مصنعة عشان تصنعهم. تمام كده? دي الدائرة بتاعتنا شباب عاوزين نعرف الاول خالص ازاي اطلع البي دي اف اللي انا هشتغل به من البرنامج. اول حاجة شباب هاجي هنا من قايمة اه فايل. اختار ايه? اختار حاجة اسمها بيج ستا. تمام? ولازم يا شباب تختار البيج ستا بالاول. تمام كده? هتلاقي حاجة هنا اسمها كده سكيل مود. هتقول سكيل برينت سكيل ده واحد. واحد يا شباب مش اتنين. تمام? يبقى السكيل بتاعك هيبقى واحد لواحد. طبعا احنا بنتبع على ورق اي فور. بنخلى اي فور. وبعد كده اضغط. بعد كده هنم قايمة فايل تاني يا شباب. اختار بري ش 있어서 bullet صحيح. بيفتح لك يا شباب. بيفتح لك الحاجة اللي هتنطبع. يعني بيقول لك انا لو انت دلوقتي طبعت على الوضع اللي انت وقف عليه ده. انا هطبع لك الديره بالشكل ده طيب. هو انا عاوز اطبع الديره بالشكل ده يا شباب. لا. انا مش عاوز اطبع الديره بالشكل ده. انا عاوز اطبع الطب لواحده وعاوز اطبع الوضع لوحده. تمام? هاجي هنا اضغط اه رايت كليك وبعدين اضغط طيب الميكانيكا الخمستاشر تمام دي انا مش عاوسة عمل لها دليت ميكانيكا التلاتاشر عمل لها دليت ايه الميكانيكا دي يا شباب اصلا دي الليرز او الطبقات اللي موجودة في الدايرة يعني حاجة زي الطوب ليير والبوتوم ليير كده شباب بس الميكانيكا الميكانيكا يا شباب ما بتبقاش حاجة بتوصل بتوصل سيجنل يعني هي حاجة ما بتوصلش سيجنل زي ايه شفت البادة مثلا اه شفت الخرم اللي انا بخرومه مثلا بالشانيورة عشان ادخل الرجل بتاع العنصر فيه والحم الخرم ده يا شباب اللي انا بعمله ده ده يعتبر ميكانيكا لانه في الاخر هو بيوصلش حاجة انا بخروم بخرومه بس عشان احطه فيه البادة والحمة من اليمة التانية تمام بعد كده يا شباب هشيل top overlay ده اللي هو شكل العناصر السطحي شكل العناصر من فوق هشيله تمام بعد كده هشيل top layer برضو خلاص بعد كده هيبقى لي bottom layer والmult layer دي اللي هي البادة بتاعت يا شباب البادة بتاعت كلها بالخرب تمام بعد كده اوكي بصوا ايه اللي زهر هنا هتلاقي ان الطوب ظهر لك بسي الطوب لوحده ظهر لك ولكن يا شباب زمانتم ملاحظين كده اه الطوب لونه gray لونه مش يسوي وطبع انا منفعش اطباعه مش يسوي تمام لازم يكون كله black زي ده كده عشان لما اجا كوي بالمكوى اه الحبر كله ينطبع على الوردة النحاس اعمل ايه يا شباب من هنا كده هتلاقي هنا برضو ال البيج سيتاب اختار منو يا شباب بدل اختار منو تمام بعد كده الاقي فعلا زي ما انتم شايفين كده الدايرة بتاعتي بقت سودة اه ودي ده ال bottom layer بتاعي خلاص كده تمام بعد كده اعمل اختار انا هعمل برينت مايكروسوفت اه برينت تو بي دي اف وبعدين اوكي بقول انت عاست حفاظها فين هقول له احفاظها لي مسلا على الديسكتوب وبعدين هقول سيد هسميها بس اي اسم هسميها مسلا اه bottom خلاص كده يا شباب كده انا حفظت البطن بتاعي كبي دي اف تعال اروح نشوفه كده يا شباب ادي البطن بتاعي اده يا شباب شكل البي دي اف بتاعي عود ممكن اروح دلوقتي اطبعه على ورق بشيه وبتدى اشتغل بيه على لب الماكو عادي جدا مفيش اي مشكلة طيب لو انا عاوزت دلوقتي يا شباب انا دلوقتي عملت البطن طبعته طيب فضل الطوب هاجي برضو من configuration هشيل البطن دي عمل لها delete وبعد كده يا شباب هعمل insert layer double click اعمل insert layer لل top layer واعمل اوكي تمام وبعدين كده اعمل له موف اف يعني اخلى الطوب layer الاول وبعد كده بعد كده شباب اقول له اوكي هلا يا شباب جاب لي هنا الطوب layer واقدر ان انا اطبعه واشتغل بيه عادي كبي دي اف برضو مفيش اي مشكلة ولكن خد بالك لو انت هتطبع دايرة double layer بالطريقة المكوه لازم لازم يكون في وجه من الوجهين يعني الطوب layer او bottom layer لازم يكون معمل له mirror ليه بقى معمول له مورد يا شباب البوتوم layer انت طبعتها من تحت ما فيش اي مشكلة عشان تطبع الطوب layer من فوق لو انت ما عملتش mirror هتلاقي الدايرة مش مزبوطة مع بعضها فوق وتحت يبقى اجرب كده يا شباب ولو حق ولو في اي مشكلة معاكو في الموضوع ده وانت بتجربه بالمكوه ممكن تقولولي في التعليقات وانا هخليني معاكو انا لحد ما تخيله المشكلة تمام انت كده كده وانت بتشتغل هتتخيل الموضوع جدا لو الدايرة قدامك وانت ما عملتش mirror هتلاقي الدايرة معكوه تماما اما لو عملت mirror هتلاقي الدايرة تزبطي طيب اعمل mirror من هنا يا شباب رأيت كليك كده يا شباب configuration هتلاقي فيه هنا كلمة mirror تلاقي فيه هنا كده كلمة mirror اللي هي دي اروح جاي ضغط عليها كده يا شباب واضغط اوكي هلاقي الدايرة بتاعتي تعمل لها mirror فعلا اه يا شباب بالتالي لما اجا اطبع دي على التوب واطبع التاني على ال bottom هلاقي الموضوع مزبوط جدا والدايرة فوق آآ مزبوطة مع الدايرة اللي بعد تمام كده يا شباب طيب دي الطريقة العادية اللي الناس كلها بتشتغل بها في البيت ولكن دي طريقة انا ما بحبش اشتغل بها انا بحبش اشتغل بطريقة آآ اللي هي الطريقة الاخرانية طريقة نضيفها جدا وفي نفس الوقت بتطلع شغل عالي جدا 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 تمام لحد كده خلاص احنا عارفنا ازاي نخرج الملفات اللي هتستخدم في طريقة المكوى اللي بنستخدمها في البيت طيب بعد كده اعمل طيب لو انا يا شباب عاوز ابعت الدايرة دي لشركة مسلا في الصين زي آآ الجي ال سي بي سي بي او مسلا آآ عاوز ابعتها البي سي بي وي عاوز ابعتها لأي شركة مصنعة في الصين عشان تعملي الدايرة دي اخرج الملفات ازاي طيب الشركات عموما او المصنع بيتعامل مع الجيربر فايلز تمام اجي من هنا كده شباب من قيمة فايلز هلاقي هنا حاجة اسمها فابريكيشن اوبوتز فابريكيشن اوبوتز ولا حاجة هنا اسمها جيربر فايلز خضت عليها كده تمام هنا شباب بيقول الوحدة بتاعتك بالانش ولا بالمليمتر تمام طيب نقرأ كلام كده نقرأ كلام كده مع بعض بصوا شباب هنا بيقول لي يعني بيقول لك الفرمات اللي هي اثنين تلاتة واثنين اربعة واثنين خمسة دي عدد يعني مثلا اه ممكن احنا قلنا ان الجيربر فايل عبارة عن احتاسية اكس واي ممكن مسلا الاحداثي عند واحد اتنين من عشرة تمام طيب هو بيكتبها بقى لو انا مختار الصيغة اتنين الى تلاتة او اتنين تلاتة هيكتب لي واحد واثنين من عشرة ازاي هيكتب لي زيرو واحد وبعدين اتنين زيرو تمام يعني هيكتبها لي يا شباب اه زيرو واحد وبعدين دوت اتنين زيرو اللي هي واحد واثنين من عشرة طيب لو هي اتنين اربعة هيكتب لي زيرو واحد دوت اتنين ثلاثة صفار بعد العلامة تمام خلاص يبقى هنا بيكتب لي ثلاث ارقام بعد العلامة العشرية هنا بيكتب لي اربع ارقام بعد العلامة العشرية طيب اختار اني واحدة شباب من دول تمام بصوا شباب غالبا غالبا معظم الشركات بتشتغل على الصيغة دي يعني المكان اللي موجود في معظم الشركات بيشتغل على الفورمات اللي هي اتنين اربعة. تمام? حتى اينا بقول لك ايه اه اه اتنين تلاتة فورمات اه اه واحد ملي متر اتنين اربعة فورمات هاز واحد من عشرة ملي متر اتنين خمسة هاز واحد من مية يعني المفروض اتنين خمسة هي اعلى طيب افرض ان المكان اللي في المصنع مفروش اتنين خمسة تمام? فانا بقول لك ان محظم المكان بيشتغل على الصيغة اتنين اربعة. هما هناك في المصنع لو لقوا الصيغة دي مش مصبوطة عادي هو بيعدلها هناك. بس اخترها اتنين اربعة. طيب تمام. طيب يا شباب. اه تعالوا بقى على اللي احنا عاوزين نطبعهم. صغر الشاشة تاني. هلا يا شباب بيقول لي انت عاوز تطبع يعني عاوز تطلع لاني ليرز عندك. فانا عشان ما تعبش دماغ يا شباب. هقول له اللي 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 انا مستخدمها هي دي اللي هتطبعه ازاي? يعني انا مستخدم توب ليير ومستخدم بوتون ليير ومستخدم اه سولدر ماسك. اه طبعا انا ممكن اقول للمسميات دي وفي ناس مش عارفاها فممكن نيجي هنا على الرسمة. اوريكم المسميات دي وبعد كده نرجع تاني للشاشة دي. ده شباب الاحمر ده هو توب ليير. اللازل اللي تحت ده البوتون ليير. المكونات اللي فوق دي يا شباب. المكونات اللي هي اللي فوق اللي هي الصفرة دي. اللي هو الشكل الخارجي ده اللي اصفر ده شباب. ده تمام? اللي هو الاصفر ده. تمام? طيب. في حاجة تاني هنا انا هحتاجها. تمام كده? تعالوا تعالوا نختار كده يعني بقول له اللي انا مستخدمها هي دي اللي انت هتطبعها لي. فانا هقول له كده شباب هليه اختار ليه? هليه اختار 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 وطلعا مم är. اختار اختار م예요. اختار اختار ميمانيا one وميمانيا 13 وميمانيا 15. تمام؟ كل اللي يدي يا شباب كل اللي يدي. يعني دي طبقه كده يا شباب redundancy. ممكن انت تطبع دائرة في الصين. بتلاقي ان البادا جايلك فيها طبقة داخلية كده بتلمع يعني يعني طبقة كده عاملة زي الأزير وبتلمع ده اللي هو الطوب بيست يا شباب لو انت شفت اي دائرة جاية من الصين هتلاقي معمولة بالشكل ده طيب الحاجات دي كلها دلوقتي حاليا ما تهمناش انا اللي يهمني دلوقتي ان انت لما تيجي تخرج الجيربر فايلز هتختار من هنا كده يعني تقول له خرج لي كل الجيربر اللي انا مستخدمها كل الجيربر الخاصة باللييرز اللي انا مستخدمها في الدايرة بتاعتها. وهضغط يوز دونة. تمام كده يا شباب? طيب. بعد كده يا شباب هاجي على حاجة هنا تانية جنبها كده اسمها دريل دروينج. دريل دروينج. طيب يا شباب ما فيهاش اي حاجة اعملها. تمام? حتى لو انا فتحت ديه كده يا شباب دي البونط اللي انا باستخدمها. يا شباب كده حجم البونط اللي انا هستخدمها او اللي المصنع هيستخدمها في التخريم. تمام? طيب. يفضل يا شباب يفضل ان انا اخلي البونط بتاعتي الحاجات اللي موجودة في السوق. ازاي? يعني دي سبعة من عشرة ودي تلاتة وسبعين من مية. طيب ما ما فيش بونط اسمها تلاتة وسبعين من مية. يا اما خلاها سبعة من عشرة يا اما خلاها تمانية من عشرة. تمام? طيب الخمسة وتمانين في المية دي ما فيش بونطة برضو اسمها خمسة تمانين من مية. في بونطة تسعة من عشرة في بونطة ثمانية من عشرة. تمام? طيب الحاجات دي في المستوى الادفانسد في المستوى المتقدم شوية. هنعرف ازاي ان احنا نزبطها ونطلع دريل فايل ما فيهوش اي غلطة. دلوقتي بس بنتعلم القوائم وازاي نتعامل معها. اختار اوكي يا شباب. بعد كده برضو مش هعمل فيها اي حاجة. بعد كده يا شباب. دي نقطة مهمة جدا 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 جدا. الادفانسد دي بقول لك اه تمام? وهنا بيقول لك وهنا بيقول لك طيب. تمام? اه لو انت شباب يعني معروف كده ان لو لو الملفات بتاعتك انت مخرجها تمام? تعامل المكناة معها بيكون اسرع ما تخرجها راستر. راستر دي يعني ايه? انا مخرب حاجة عشوائي. تمام? يعني ايه برضو يا شباب. يعني مسلا. بصوا هنا كده. لو انا عندي المكان مسلا بتخرم الخرم اللي قدام دي كلها. تمام? خرمت الخرم ده وبعد كده جات خرمت الخرم ده وبعد كده جات خرمت الخرم ده وبعد كده ثابت ده كله جات خرمه ده. دي اسمها الراستر. يعني انا بامشي بطراعة عشوائية. طب لو انا بامشي فيكتور يبقى الايه. اما بامشي كده اكس. ي pattا بامشي وي. فعملية التخريم هتبقى اسرع. يعني انا اخرم دي وبعدين اخرم دي. وبعدين اخرم دي. وخرم دي. وخرم دي. وخرم دي. وبعدين انقل تحت. تمام? ده المنطقي. يعني لو انا خرمت دي وبعدين جيت هنا كده انا ضيعت وقت. دي الطريقة اللي هي الرصلك. اما الطريقة الفيكتور بتبقى اسرع. فعشان كده انا اختار طريقة التخرين بتاعتي فيكتور. طيب. اه بقول لك انت عاوز الدائرة بتاعتك بتبقى ولا 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 بصوا يا شباب. في المستوى ده انا بس عاوزكو تعرفوا حكتين اتنين. لما تيجي تخرج وخاصة لو انت اللي بتصنع. يعني لو انت لو مش انت اللي بتصنع مش هتبقى مهمة اولا. تمام? اما لو انت اللي بتصنع لازم تبقى عارف اللي اتنين دوين. لازم تبقى عارف انت مختارهم ايه? ولا ا 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 الجيربر فايلز. طيب. لو انا دلوقتي هنا خلاص خلصت كده كل الاعدادات بتاعتي عشان اخرج الجيربر فايلز. وهضغط هنا اوكي. همشوفوا اللي يحصل يا شباب. هلاقي هنا تحت. بيقول لان انا دلوقتي بخرج لك الجيربر فايلز بتاعتك. دلوقتي يا شباب البرنامج قعد يعمل آآ بروسسنج عشان يخرج لي الجيربر فايلز. طيب يا شباب لما لما نضغط اوكي ما فيش جيربر فايلز بتظهر لان احنا مسينا نعمل حاجة بسيطة. هنيجي تاني من قائمة فايل شباب. نضغط فابريكيشن اوبت. جيربر فايلز. احنا جينا عند الخطوة دي يا شباب جينا من واخترنا ايه? يوز اون. تمام? يوز اون. المفروض ان دي انا اتلغبط فيها صراحة. آآ دي اخلاها اول اوف يا شباب. دي يعني معناها ان كل الليرز اللي انا مستخدمها هيعمل لها مرور. تمام? لا دي انا مش عاوزها يا شباب. دي اول اوف. دي هترجعه تاني لنفس الخطوة دي. فالله اول اوف. وهنا بقول لك بلوت لير. يعني الليرز دي بقى اللي انت بتتعامل معاها. انا هستخدمها وطلع لك ليها الجيربر فايل فبقول له. يعني كل الليرز اللي انا مستخدمها هي دي اللي هتطلع لجيربر فايل ليها. هليه علمني العلامات دي. اما دي يا شباب دي تأكدوا ان ما فيش حاجة فيها متعلمها. تمام? بعد كده كل الضبط اللي احنا دبطناه هتلاقيه مقبوط زي ما هو. ما فيش حاجة فيه تغيرت. تمام? بعد كده هضغط اوكي يا شباب هلاقي الجيربر فايلز خلاص ظهر لهوت يا شباب زي ما انتم شايفين. ادي الطوب اللي هو البتم اللي هو الازرق والطوب تحته اللي هو الاحمر. طيب. ملفات الجيربر يا شباب. قلت يا محافظها فين دلوقتي. لو احنا جينا كده طلعنا برا. شفت الملف اللي انا حافظ فيه الدايرة. ادي الملف اللي انا حافظ فيه الدايرة يا شباب اهو. هلاقي يا شباب ضف لي ملف زيادة هنا اسمه تلات خمسة باسم البروجيكت اللي انت عمل. لو فتحته كده يا شباب هلاقي فيه هنا ادي الجيربر فايلز الطيام طلعها لي كلها. هلاقي الجي بي ال. تلات خمسة ضد جي بي ال. اللي هي ايه? بعد كده جي بي اس جيربر بوتوم سولدر. تمام? بعد كده جي تي ال جيربر توب ليير. بعد كده الجي تي اس اللي هو جيربر توب سولدر وهكذا يا شباب. طيب. لحد كده يا شباب اه انا طلعت الجيربر فايلز بتاعتي. فاضل حاجة واحدة بس اخرجها. اللي هي بقى الدريل فايل اللي هو ملف التخريم. يعني المفروض ان الملف التخريم ده بيدخله على سي نسي عشان يبتدي يخربني الاخرام دي باستخدام مكينة السي نسي. تمام? طيب حاجة هنا كده يا شباب. حاجة هنا في البي سي بي برضو من فايل اختار اختار حاجة هنا اسمها ان سي دريل فايلز. طيب ان سي دريل فايل هيقول لي برضو انت شغل بفرمات ايه? لازم اختارها اتنين اربعة لان انا في جيربر فايل كنت مختارها برضو اتنين اربعة. تمام? طيب فاكرين لما كنت بقول لكم لازم تكونوا عارفين انتو شغلين على انا واحدة من دي وشغلين على انا واحدة من دي. تمام? لازم اختار اللي انا كنت شغال به في لازم اختاره هو هو نفس اللي انا هشتغل بيهم. يبقى لو انا كنت مختار في يبقى لازم اختار هنا في الدريل فايل. ولو انا كنت شغال يبقى لازم اختار تمام? اضغط هنا اوكي. وبعد كده بقول له تحت كده اعلم على دي بقول له يعني طلع لي اه فايل اسمه اه فايل بايناري دوت دي ار ايل دي اللي المكنة هتتعامل معك. بعد كده شباب اضغط اوكي كده. فبيقول لي هنا اه يعني ايه يعني بيقول لي اه بتاعتك هل هي الانجلش او يعني ولا اه ولا اه بتاعتك ولا ملي متر تمام? وبعد كده بيقول لي انت شغال اتنين اربعة ولا شغال اتنين تلاتة ولا شغال اتنين خمسة. وبعد كده بيقول لي الطيب اللي انت شغل به هو اللي هو اللي انا كنت بقول لكم لازم تكون عبقينها. هقول له فعلا هم دول واقول له اوكي. تمام? بعدين اقول له اوكي تاني يا شباب. هلاقي ادي ملف التخريم. المفروض ان المكانة بتيجي عند الاخرام دي. وتروح تخرمها بالبنطة المناسبة لها. طيب عزة احفظ ملف التخريم ده. هعمل هنا فايل. سيف دريل. تمام? واختار دي اللي هي دوت تي اكس تي. واليونت بتاعتي هختارها اتنين اربعة. لازم يا شباب تركزوا بالحاجات دي عشان ما تبعدش دايرة الصين وترجع لك تاني. تمام? اوكي. بعد كده اوكي. بقول اللي عاوز تحفظوا فين. اقول له مسلا حطولي على الديسك توب هنا. اقول له اوكي. اوكي. كده خلاص يا شباب. ادي دريل فايل. اللي اتنين فايل دول يا شباب. اللي هم دول. اخدهم كده كده وراح احطوهم في ملف الدايرة بتاعتي. هنا اعمل نيو فولدر. واسميه كده يا شباب دريل فايل. وحط الاتنين دول فيه كده يا شباب. يبقى ملفات الجيربر يا شباب هي الدريل فايل والبروجيكت او بوت فور تايمر ثلاث خمسة. يبقى اما اجي ابعد حاجة لاي شركة او اي مصنع بابعت الاتنين دول مع بعض. اللي هو الدريل فايل والجيربر فايل. طيب يا شباب عشان ما اطولش الفيديو اكتر من كده. احنا نكتفي بالموضوع ده احنا كده عارفنا. اه لو انا شغال بالمكوى ازاي اخرج الفايلات بتاعتي واشتغل بيها. ولو انا شغال دي الجيربر فايل ازاي ان انا اخرج الفايلات مزبوطة. وازاي اه ازاي اخرج الفايلات مزبوطة عشان ما ترجعش من الشركة المصنعة. اه ان شاء الله اشكوا في الفيديو الجاي اللي هنكمل في الموضوع ده. وسلام عليكم ورحمة الله.